سنوات كثيرة مرت على الحادث لم تقل العدالة قولها بعد لم ينطلق أصلا التحقيق في هذه القضية قضية الرهبان الفرنسيين المقتولين في الجزائر انفراج يلوح في الأفق الجزائر وافقت أخيرا على السماح لقاض فرنسي بدخول البلاد وإجراء تحقيق في قضية تيب حيرين إحدى القضايا الشائكة في علاقة الجزائر بفرنسا في ليلة ظلماء واخر شهر مارس 1996 رهبان فرنسيون من دير سيدة الأطلس في ولاية المدية بالجزائر في أواخر ماي من السنة نفسها عثر على رؤوس رجال الدين في طريق جبالية بمدخل الولاية لم يُعثر على الجثث إلى حد الآن الرواية الرسمية الجزائرية تقول إن تنظيم الجماعة الإسلامية المسلحة المنحل هو الذي أعدم الرهبان بعد اختطافهم الجماعة نفسها تبنت العملية في بيان لها لكن روايات أخرى تورط الجيش الجزائري في حادث مقتل الرهبان جهات فرنسية تقول إن الجيش الجزائري قصفهم عن طريق الخطأ مؤتقدا أنه قتل مسلحين إسلاميين ثمانية عشر سنة مرت على حادث تيب حيرين سؤال واحد قد يكشف الحقيقة أقطعت رؤوس الرهبان بعد الموت أم قبله؟ فرنسا تريد جوابا شافيا عن هذا السؤال لذا تريد من خبرائها أن ينبش عن الرفات ويستمع القاضي لإفادات عشرين شاهدا على الحادث فيما الجزائر تريد معرفة ما دار بين الاستخبارات الفرنسية والمختطفين المفترضين الذين كانوا يريدون الإفراج عن أحد رفاقهم من السجن اشتركوا في القناة